السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي ننتقل اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب لغتي واليوم مع التواصل اللغوي والتواصل الشفهي ومعنى الدرس الأول وهو بعنوان إبداء الرأي ما معنى إبداء الرأي؟ إبداء الرأي هو تعبير الفرد عن رأيه في موقف معين أو مشكلة أو أمر من الأمور معتمدا على ما لديه من أفكار ومعتقدات لابد قبل التحدث في أي موضوع لابد أن أراعي بعض الأمور أولا لاستعداد الحديث وترتيب الأفكار أن يكون الحديث باللغة العربية الفصحة اليسيرة والالتزام بالوقت المحدد للمتحدث النظر للجمهور والتفاعل معهم وتوظيف ما تعلمته في الوحدة من معارف وما اكتسبته من رصيد لغة أولا أقرأ المواقف الآتية قراءة صامتة وأجيب عن المطلوب قيام أخي برمي بقايا الطعام على الأرض أثناء خروجنا مع أسرتي في نزهة برية كما ألاحظ أن هذا سلوك غير صحيح قطع غصن من شجرة مزهرة من قبل أحد الأطفال وهذا أيضا سلوك خاطئ تجمع الطلاب حول الباع الجوالين أو الجائلين غير المرخصين لشراء الأطعمة بعد انتهاء اليوم الدراسي هذا أيضا سلوك خاطئ الذهاب إلى السوق وشراء العنب وأكله مباشرة هذا أيضا سلوك غير صحيح رمي إحدى الطالبات قطعة من شطيرتها في فناء المدرسة هذا أيضا سلوك غير صحيح تقديم بعض الأسر المشروبات الغازية مع وجبة الإفطار هذا غير صحي ترك صنبول الماء مفتوحا أثناء تفريش الأسنان هذا عدم استهلاك أو سوء استخدام لمصادر الماء الاكثار من استخدام المنظفات الكيموية في تنظيف المنزل وهذه أيضا ضارة بالصحة الموقف الذي أختار الحديث عنه أختار موقف أتحدث عنه ونفترض مثلا هذا الموقف هو ترك الصنبول مفتوحا وهذا هو من أهم المواقف التي يفترض أن نتحدث عنها ترك الصنبول مفتوحا لماذا؟ لأن الماء هو مصدر الحياة فلا بد أن نحافظ على هذا الماء خاصة بعد ما يمر به العالم من ظروف مناخية فالموقف الذي أختار الحديث عنه هو ترك الصنبور الماء مفتوحا وأقوم بكتابة هذه العبارة هنا الموقف الذي اختار الحديث عنه هو ترك صنبور الماء مفتوحا أثناء تفريش أسناني أثناء تفريش أسناني أو أثناء غسل أسناني وهذا سلوك غير سليم لأن به إسراف أرتب أفكاري وأوظف ما تعلمته من أساليب متنوعة ورصيد لغوي وما وعده ذاكرة من معارف ومعلومات وأستعد للحديث أمام صفي ملتزما بالوقت المحدد لي نقوم بكتابة أو الحديث عن هذا الموضوع هنا مثلا نقوم بكتابة ما أريد أن أتكلم به أمام زملائي وليكن مثلا أن ترك الصنبور مفتوحا سلوك خاطئ لماذا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمحافظة صلاة العشاء نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمحافظة أو عدم الإسراف في الماء أمرنا بعدم الإسراف في استخدام أو في استهلاك الماء فقال صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد عندما مر به وهو يتوضأ فقال فقال له ما هذا الصرف قال لسيدنا سعد ما هذا الصرف أي الإسراف فرد عليه سيدنا سعد رضي الله عنه وقال فقال أفي الوضوء صرف فقال أفي الوضوء صرف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وإن كنت على نهر جاري وإن كنت على نهر جاري هذا الحديث يحثنا على عدم الإسراف في الماء وأيضا هذا الحديث يحثنا على أهمية الماء إذن هذا الحديث يحثنا على عدم الإسراف في الماء ويبين لنا أن الماء سر الحياة فيجب أن نحافظ عليه فيجب علينا أن نحافظ عليه ولا نسرف فيه ثانيا أقامت إحدى المدارس مسابقة أفضل لوحة فنية تعبر عن البيأم مع كتابة شعار لها فكانت اللوحتان الموجودتان أمامك من إنتاج طلاب هذه المدرسة ولدينا الصورة الأولى وتحتها الشعار نحم بيئتنا والصورة الثانية وتحتها شعار البيئة ثروة أتأمل اللوحتين من حيث دقة الرسم ومناسبة الشعار ثم أبدي رأيي فيهما رأيي في هاتين الصورتين الصورة الأولى نحمي بيئتنا هذه الصورة غير مناسبة لا تناسب الشعار هذه الصورة لا تناسب أو هذه الجملة نحمي بيئتنا لا تناسب الصورة إذن الصورة لا تناسب الشعار الصورة لا تتناسب مع الشعار وهو نحمي بيئتنا الصورة لا تناسب الشعار لأننا كما نرى في الصورة هنا في الصورة تدل على بيئة ملوثة بسبب المصانع إذن هذه الصورة لا تناسب هذا الشعار لماذا؟ لأنها تدل على أي الصورة تدل على البيئة الملوثة بسبب المصانع تدل على البيئة الملوثة بسبب مخلفات المصانع أما الصورة الثانية فهي مناسبة للشعار هذه الصورة مناسبة هذه صورة مناسبة للشعار لماذا؟ هي مناسبة لأنها هذه الصورة تدل على بيئة نظيفة غير ملوثة مناسبة للشعار لأنها تدل على بيئة نظيفة كما نرى في الصورة تدل على بيئة نظيفة غير ملوثة فهنا الشعار مناسب للصورة هذه كانت نهاية هذا الدرس ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع الدرس الثاني وصف مشاهدات لا تنسوا الاشتراك في القناة يصلكم كل جديد دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة